طب أنا حقول لحضراتكم بمجرد ما طلع الخبر مبارح وأرجو إذا كنت أحرقكم بتتابعوا مجرد طلع الخبر إن بدأت السواريخ تخرج حتى قبل ما توصل البترول زاد 5% والموضوع حصل ارتفاع فأسعار السندات على الدولار الدهب زاد وقفز قفزات كبيرة يعني إحنا بنتعامل مع ظروف بقت كل شوية مؤثرات خارجية بتؤثر علينا بصورة كبيرة جدا بالتأكيد ممكن الكلام ده وندعو الله إنه ما يحصلش ممكن يكون مع استمرار هذه الوضع وتساع دائرة الصراع يبقى فيه تأثير على السياح باعتبار المنطقة منطقة صراع من الوارد إنه يبقى برضو ليه تدعيات على منخل استثمار بصفة عامة ما هو أي مستثمر خارجي لما بيجي يبص المنطقة يقول طب أنا أدخل ليه في منطقة فيها النهاردة حروب ونازعات طب أستنى شوية لغاية لما الأمور تستقر فكل ده ليه تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية